هذا يسأل يا شيخ أن حكم ضرب الزوجة والأولاد بالعصى للتأديب وما أفضل شيء في التأديب؟ إذا احتيج إلى الضرب يضرب الأولاد والزوجة لكن ضرب غير مبرح لا يجرح ولا يكسر عظما وإنما يكون مؤلما بعض الشيء ولا يكون فيه آثار سيئة وهذا آذن به الشارع آذن به الشارع للمؤدب والمعلم والسلطان لا بد من هذا ومن كما يقولون حرم الأدب حرم الخير ومن آمن العتاب أساء الأدب نعم